التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أو الركن فياد بن حامد الرويلي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وقد تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري المتميزة بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول ركن فياد بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري المتميزة بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات كما ترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونظيره السعودي الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة العسكرية المصرية السعودية والتي تناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مقتل المجالات العسكرية بين الجانبين وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع المملكة العربية السعودية مشيرا إلى توافق الرؤى حول الخطط المشتركة بما يعود بالنفع على القوات المسلحة للبلدين الشقيقين من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية بالدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الأقليمي والدولي لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية